وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 344 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 53 طن سلع وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 40 طن أسمنت وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان دقيق مدعم وأسمد مدعمة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 420 قضية من بينها 139 قضية خبز ناقص الوزن و109 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر